لكننا بالمقابل ربحنا مجتمعاً أكثر صحة وأكثر تجانساً بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى الإنشائي أو بالمجاملات لا مكان للمعارضين فيها ولا مكان لمدينة أو منطقة كتب على جدران منازلها ذات يوم إرحل هي سوريا المتجانسة من وجهة نظر نظام الأسد التي يصنعها على أساس التدمير والتهجير والتنكيل بمن ليس متجانساً على مقاسه موقع صوت العاصمة كشف عن عمليات استيلاء تتم من قبل عناصر الأمن العسكرية التابعين للنظام بحق منازل تعود ملكيتها لمعارضين جنوبية دمشق تحديداً في بلدة لسبينة إذ إن عناصر النظام استولوا على خمسة منازل بالقرب من مقبرة الفلاحين وحولوها إلى مقار عسكرية ونقلوا الأسلحة والذخائر إليها ضابط برتبة مقدم يدعى بهاء الجردي هو من أشرف على تنفيذ العملية بحسب المصدر فقد نصب العناصر حاجزاً عسكرياً وغرفة مسبقة الصنع بجانب المنازل المستهدفة ثم استولوا عليها بعد تكسير أبوابها وسط انتشار مكثف للدوريات العسكرية كذلك نهبت مخابرات النظام وميليشياته في المنطقة محلين تجاريين فارغين وحولتهما إلى كراجات للسيارات العسكرية أيضاً هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها النظام باستهداف ممتلكات السوريين من عقارات وأراضي زراعية خاصة بالمعارضين والمطلوبين والمهجرين تارة بشكل تعسفي وتارة أخرى بطرق التفافية ظاهرها قانونية وباطنها شرعنة موصوفة لانتزاع ممتلكات السوريين كما هو الحال في القانون رقم عشر ورقم ستة وستين التي تقضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر لمدينة دمشق وريفها ممارسات النظام هذه شكلت محط متابعة المنظمات الحقوقية والدولية إذ عدت منظمة هيومان رايتس ووج في وقت سابق أن ما يقوم به يصب في إطار العقاب الجماعي للعائلات المعارضة الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية ويطرح معه تساؤلات حول مصير هذه الممتلكات وعن الآليات القانونية للمحافظة عليها أو استرجاعها بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتغيير الديمغرافي للمناطق المنهوبة على المدى البعيد